بمشاركة وفدين يمثلان النظام والمعارضة السورية انتلقت الجولة العاشرة من محادثات أستانا في مدينة سوتشي الروسية بحضور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا لبحث ملفات الأزمة السورية أبرزها معاربة الإرهاب والوضع الإنساني إضافة إلى ملف عودة النازحين وتحاول روسيا التي تسعى إلى نقل مسار المفاوضات من كازاقستان إلى سوتشي التركيز على القضايا الإنسانية والسياسية بدلا من العسكرية إذ سيطرح ملفات عديل الدستور والمعتقلين لكن ذلك لن يلغي مناقشة منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب التي تشهد خلافات بين الدول الضامنة روسيا، تركيا وإيران ميدانيا واصلت قوات الأسد قصف المناطق المتباقية تحت سيطرة تنظيم داعش بمنطقة حوض اليارموك في ريف درعة ليرتفع عدد قتل عناصر التنظيم إلى 256 شخصا مقابل 86 من قوة الأسد في المقابل كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قطف 20 أمرأة و16 طفلا على الأقل من قرية الشبكي في محافظة السويداء من قبل تنظيم داعش الإرهابي في وقت تمكنت أربع سيدات من الفرار فيما عثر على جثتين أخرين